اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في خطاها الثابتة نحو ترسيخ أطر العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يعزز التنسيق المتقدم ويحقق مزيدا من المنجزات وفق الرؤى والتطلعات المشتركة التي تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الصفرية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز السعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور سموه شيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل والفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز السعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز السعود إلى بلده الثاني مملكة البحرين كما نقل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية إلى سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية فيما حمله سموه تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ورعاهما وخلال اللقاء تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أشاد سموه بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وما تمثله من مرتكز للأمن العربي والإقليمي وأكدا سموه أن ما يمس الشقيقة الكبرى يمس البحرين مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي وعامل أساسي مهم للاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز السعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتي عكست متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة إفطار تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز السعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق اشتركوا في القناة